موسيقى السلام عليكم اتقولش بعرفش لما بنتك بتتعرض لتحرش من اخوها الكبير ايش لازم اعمل الامة بتتفاجأ في بعض الاحيان لما بتجيها بنتها وبتقولها ماما اخوي الكبير عمل معاي هذا التصرف طبعا ردة فعلي الامة في العادة رح تكون في حالة الصدمة وحالة مرات مبالغة الصدمة احنا مشاكلنا اليوم في دائما في العلاقات التربوية الصدمات الغير منضبطة في ردات فعلنا على المواقف اللي بهذا النوع انا بعرف انه احنا جريئين جدا في طرحنا ولكن لما بقولك تقولش بعرفش عشان احميلك بنتك واحميك انت واحمي مجتمعنا في صيانتنا نفسية والاجتماعية ايش اعمل لما بنتي بتجي بتقول لي بابا او ماما اخوي عمل معاي هذا التصرف ماذا افعل؟ اول حاجة لازم نتأكد لازم تتأكد انه الفعل صحيح وغير مبالغ فيه لازم تتأكد انه بنتك فسرت او بنتك فسرت الموقف بالشكل الصحيح ولا يمكن ان يكون مبالغة او نوع من انواع الانتقام لانه مرات في بعض الاحيان بكون الاخوة فيما بينهم بنتقموا من بعض او ردات فعل مبالغ فيهم او تفسيراتهم للمواقف مبالغ فيها اذا تأكدت مئة بالمئة من هذا الموقف لازم تروح وين؟ لابنك اللي تصرف هذا التصرف وتبدأ فيما فهم ليش هذا الموقف صار؟ تبدأ تأخذ عملية الردع الايجابي والحزم في المنع عن هذا الموضوع ولازم تحط الصيانة سبحان الله احنا لما مننسى الفصل فيما بين اولادنا في غيارهم وفي ملابسهم وفي بيوتهم والعورات اللي بتروح عن اذهاننا لانه في النهاية مننسى انه كيف منحصن اولادنا لما بكون كل واحد له خصوصيته في داخل البيت خصوصيته في ملابسه خصوصيته في بيته وفي تعامله هذا مهم جدا على فكرة مشان تحمي بنتك وتحمي نفسك وتحمي المجتمع اليوم لازم نظلنا نتطلع على كل هاي المواقف ولو كانت بسيطة هاي مواقف مش سهلة على فكرة هاي مواقف عميقة وخطيرة اذا انا حصنت ابني وبنتي ودرت بالي عليهم ما بيخسروش ضايعين وتايهين في التعامل مع هذا الموقف اذا انا بدي اتأكد من بنتي بدي اعرف ان الموقف صحيح الموقف فيش فيه مبالغة وبدي افهم ليش صار بدي اروح اردع الابن بالشكل الحازم الصارم دون العنف مش مطلوب انك تكون عنيف بدك تفهم تخط حدود وتخط مساحات وتخط اتزان وتبدأ تعمل تعزيز ثقة لبنتك في نفسها واكيد تنتبه على الفصل فيما بينهم خصوصا في العورات وفي داخل البيوت لما تفكر بهاي الطريقة انت بتحمي بنتك بتحمي بنتك وبتكونوا قادرين على حماية البيت من اي انزلاقات لا سمح الله في اي لحظة واي وقت وتنساش بتقولش بعرفش اشتركوا في القناة